التفجير المزدوج الذي وقع أمام مسجد بيع الرضوان في بنغازي يوم الثلاثاء والذي أسفر عن مقتل وإصابة الكثيرين كانت له ردود فعل محلية ودولية فقد أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح الحداد ثلاثة أيام على ضحايا التفجير الإرهابي كما تقدم تحالف القوى الوطنية بأحر التعازي وصادق المواساة لعائلات الضحايا الذين استشهدوا في هذا العمل الإرهابي الجبان بحسب وصفه وأدعى القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي الأجهزة الأمنية والعسكريات بالضرب بيد من حديد على أيدي القتل الإرهابيين وملاحقتهم أينما كانوا وحيثما وجدوا وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم على ما اقترفته أيديهم باستهدافهم الجبان المواطنين الأبرياء المجلس الرئاسي لحكومات الوفاق بدوره أدان هذا العمل المشين مؤكدا أن هذه الأعمال الإجرامية تتنافى وتتناقض مع تعليم الدين الإسلامي الحنيف وتتعارض مع المبادئ والقيام الإنسانية الاستنكار لم يكن محليا فقط فكانت هناك ردود فعل دولية أيضا منها مصر والجزائر حيث استنكرتا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر عنها عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك طالبت المجتمع الدولي بضرورة القيام بواجبه بصورة حازمة تجاه تشفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال إن الهجمات المباشرة والعشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني وتعتبر جرائم حرب مشيرا إلى أن المملكة المتحدة ستواصل وجهودها مع شراكائها الدوليين لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يتواطؤون في مثل هذه لاجمات مروعة 35 شخصا قتلوا وأصيب نحو 60 شخصا من بينهم أطفال جراء الانفجارين ما جعل منظمة حقوق الإنسان اليونيسيف تطالب جميع أطراف النزاع في ليبيا أن يوفوا بالتزاماتهم بمجاب القانون الإنساني الدولي وحماية جميع المدنيين بمن فيهم الأطفال ووضع حد لهذا النوع من الترويع لمزيد من التفاصيل